موسى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى النعم المتتالية الكثير على بني إسرائيل بيّن أسباب انحرافهم وسقوطهم الذريع في الامتحانات الإلهية مما أدى إلى استحقاقهم للعقاب من الله تبارك وتعالى وإذ قلتم أذكروا هذا الموقف حين كنتم في التيه ينزل عليكم المن والسلوى قلتم للنبي موسى صلوات الله وسلامه عليه يا موسى لن نصبر على طعام واحد يعني قسم واحد من الطعام اللي يتكرر كل يوم ولو كان متشكل من لونين اللي هو المن والسلوى فادع لنا ربك يعني أطلب واسأل لأجلنا من الله تبارك وتعالى ربك ما يقولون ربنا وهذا إما يدل على أنهم لم يعتقدوا حقيقة الاعتقاد بالله تبارك وتعالى أو لأسباب أخرى يخرج لنا مما تنبت الأرض يعني من نباتات الأرض شنو هاي نباتات الأرض من بقلها أنواع الخضروات النباتات التي لا ساق لها وقثائها يعني الخيار وفومها يعني الحنطة أو الثوم وعدسها وبصلها طلبوا هذه الأشياء حتى يقتاتون بها ويأكلونها عوض المن والسلوى وسبب هذا الطلب لأنهم كانوا مزارعين فحنوا إلى أصلهم وما كانوا يألفونه من الأكلف السابق ماذا كان جواب النبي موسى صلى الله عليه وسلامه عليه قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تتركون الأفضل الأحسن وتطلبون الأدنى هسا شنو سبب أفضلية المن والسلوى على ما طلبوه هناك وجوه عديدة منها أن هذا اختيار الله تبارك وتعالى وما اختاره الله تبارك وتعالى وهو العالم المحيط بكل شيء أفضل من كل شيء بلا شك ولا ريب فإن الله سبحانه وتعالى لا يختار إلا ما فيه المصلحة لكن البشر بعقله الناقص يرجح ما يتصوره أفضل على ما اختاره الله تبارك وتعالى هذا أولاً وثانياً ما اختاره الله تبارك وتعالى لهم سهل يأتيهم الطعام جاهزاً بخلاف ما اختاره لأنه يحتاج إلى زراعة وحصاد مما يستلزم الكاد والتعب والنصى هذا ثانياً وثالثاً ما اختاره الله تبارك وتعالى ألذ وأطيب بخلاف ما اختاره ورابعاً ما اختاره الله تبارك وتعالى هذا طعام سماوي ما بأي ضرر ما بأي مرض بخلاف ما طالبه اللي قد يوجب الأمراض وخامساً ما اختاره الله تبارك وتعالى له قيمة غذائية باعتبار التقوية والتغذية لأنه طعام سماوي قد جعل الله فيه كل ما يحتاجه الإنسان بخلاف ما طالبه اللي قد لا تكون فيه التقوية والتغذية ولا يؤمن كافة حاجة الإنسان الجسدية ولذا الإنسان بحاجة إلى مختلف الأطعمة حتى يمكن من تغرية جسمه بما يحتاجه وعلى أي حال النبي موسى صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستجاب الله دعائه فقال لهم اهبطوا مصر قرية من القرى الموجودة في التيه قبل أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة فأن لكم في هذه القرية ما سألتم من أنواع الأطعمة ولكن اليهود بسبب تمردهم وعصيانهم ولجاجتهم المستمرة ضربت عليهم الذلة يعني أحاطت بهم الذلة فهم أذلة وأمام الناس في الأرض لا عزة لهم عند الناس ضربت عليهم الذلة والمسكنة يعني الفاقر فقراء النفس وفقراء القلب لا يشبعون من المال مهما كانوا أثريا حتى الثري منهم مع ثروته لا تفارقه المسكنة وهم دائموا التشكي لمخافتهم من الفاقر وهذه الآية من معجزات القرآن الكريم فاليهود في طول حياتهم أذلة في نفوسهم وأمام الناس حتى في العصر الحاضر يعيشون حياة الذل والاستجداء من سائر الدول ويتذللون ويتزلفون لها فلا تقم لهم قائمة إلا بحبل من الناس أو اتصال بالحكومات القوية فهم أذلاء ومساكين على طول التاريخ وباءوا بغضب من الله باء يعني رجع فبعملهم السيء وعصيانهم المتكرر غضب الله عليهم فرجعوا من نعمة الله إلى نقمته ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله هذه الذلة والمسكنة والرجوع بالغضب سبب شنو أنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي نزلت على النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه لأنهم لم يكونوا يطيعون الأوامر بل كانوا ويقتلون النبيين بغير الحق الأنبياء تواترت إليهم لكثرة عنادهم ولجاجهم فكانوا يقتلونهم بغير حق بغير جرم هذا قيد توضيحي حتى هم كانوا يعتقدون بأن هذا القتل من غير جرم مع ذلك كانوا يقدمون على هذه الجريمة لأنهم ما كانوا يطيقون إرشاد الأنبياء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم المستمر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا الكفران وقتل الأنبياء سبب عصيانهم المستمر للأوامر الإلهية فعصيانهم واعتداؤهم صار سببا للقتل والكفر والقتل والكفر سببان لضرب الذلة والمسكنة والغضاء فنتيجة ترك الأوامر الإلهية التجر على الكفر والقتل مما أورث الذل والمسكنة والغضب وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل ولا تسخطوا الله تعالى ولا تقترحوا على الله تعالى وإذا ابتلي أحدكم في رزقه أو معيشته بما لا يحب فلا يحدث شيئا يسأله لعل في ذلك حتفه وهلاكه ولكن ليقول اللهم بجاه محمد وآله الطيبين إن كان ما كرهته من أمري خيرا لي وأفضل في ديني فصبرني عليه وقوني على احتماله ونشطني على النهوض بثقل أعبائه وإن كان خلاف ذلك خيرا فجد علي به ورضني بقضائك على كل حال فلك الحمد فأنك إذا قلت ذلك قدر الله ويسر لك ما هو خير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عباد الله فاحذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها فأن المعاصي يستولي به الخذلان على صاحبها حتى يوقعه فيما هو أعظم منها فلا يزال يعصي ويتهاون ويخذل ويقع فيما هو أعظم حتى يوقعه في رد ولاية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع نبوة نبي الله ولا يزال أيضا بذلك حتى يوقعه في دفع توحيد الله وللحاد في دين الله اللهم إنا نعوذ بك من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين